أيها الطالب المجد أيها الباحث الجيد أيها المستمع الكريم الآن نواصل حديثنا عن علامات الترقيم وذكر نمازج منها والآن من علامات الترقيم النقطتان والمقصود بالنقطتين تلك العلامة التي يقف بها الكاتب عند كلمة ما إذ هي علامة وقف متوسطة تستعمل في التوضيح لتمييز ما بعدها عما قبلها ولكن للنقطتين أوضاع فتوضع النقطتان بعد فعل القول مثل قال حاتم وهكذا يكتب الباحث نقطتين قال حاتم ويقف الاتحاد قوة أيضا من مواضعها عند عراب الفعل مثل العمل مقدس العمل نقطتان فاعل العمل مبتدأ مرفوع بالضم مقدس خبر مرفوع بتنوين الضم وهكذا توضع النقطتان بعد بيان المبتدأ والخبر ومن مواضعها أنها توضع بين الشيء وأقسامه مثل أصبع اليد الخمس الإبهام والسباب والوسطى والبنصر والخنصر أصبع اليد خمس توضع النقطتان إذ إن النقطتين قد وضعتها بعد الشيء أو بين الشيء وأقسامه وكذلك من علامات الترقيم علامة التعجب ما المقصود بها؟ إن علامة التعجب تسمى علامة التأثر وهي ناقلة ما يعتري داخل قلب الباحث وإحساسه بالموضوع وهي علامة وقوف طويل تستعمل بعد تعجب أو فرح أو خوف أو استغاثة أو نحوها ومن أمثلتها وأسفاه توضع العلامة أهلا مدرستي أهلا بك أبي ما أجمل البحر ما أروع الصحبة وهكذا وكذلك من علامات الترقيم علامة الاستفهام وهي كما تشاهد عزيزي الطالب شيء توضع تحته هذه النقطة ليكون دلالة على الاستفهام عن شيء ومن علامات الوقوف الطويل وتوضع في نهاية الجمل المستهم بها عن شيء أنا أستسهل شيئا أستفهم عن شيء فتوضع هذه العلامة أين دفترك أيها الطالب هل فهمت الدرسة؟ ماذا تفضل؟ كيف سافرت وتوضع العلامة؟ وهكذا توضع هذه العلامة علامة على الوقف استفهاما عن شيء ومن علامات الترقيم الوصلة وهي هكذا عبارة عن شرطة صغيرة بين كلمتين أو جملتين وتوضع للفصل بين متلازمين كالمبتدأ والخبر أو بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول فيها أو بين العدد والمعدود إذا كان في أول السطر وكذلك بين المتحاورين ومن أمثلة ذلك إن التاجر الصغير الذي يراعي الصدق والأمانة مع جميع من يعامله من كل الطبقات انظر يصبح بعد سنوات قليلة تاجرا كبيرا وهكذا نكون قد وقفنا على بعض علامات الترقيم وآخرها الوصلة إذن فلنواصل الحديثة عن بعض تلك العلامات والنمازج في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر